اشتركوا في القناة اتمنى الاول بعد فشل الجزائريين خلال القرن التاسع عشر في تحرير البلاد بواسطة الثورات الشعبية تغير اسلوب المقاومة الى النشاط السياسي ما هي مظاهر النضال السياسي الذي خاضه الجزائريون ما هدف هذا النشاط السياسي الجواب مظاهر النضال السياسي الذي خاضه الجزائريون تأسيس الاحزاب والجمعيات المظاهرات تقديم العرائض المشاركة في الانتخابات واصدار الصحف كان هدف هذا النشاط السياسي هو تمكين الجزائريين من الحصول على حقوقهم ثمانين الثاني حدد الفترة الزمانية التي تميز كل مرحلة من مراحل الثورة التحريرية المرحلة الأولى من وإلى المرحلة الثالثة من وإلى الثانية من وإلى والرابعة من وإلى طيب الحل فترة الزمانية التي تميز كل مرحلة من مراحل الثورة التحريرية المرحلة الأولى 1954 إلى 1956 مرحلة الثانية من 1956 إلى 1958 مرحلة الثالثة من 1958 إلى 1960 المرحلة الرابعة من 1960 إلى 1962 هذه أربعة مراحل ثمانين الثالث صنف الأحداث التالية حسب الجدول مميزات المرحلة الأولى من الثورة المرحلة الثانية من الثورة المرحلة الثالثة من الثورة نشر بيان أول نوفمبر إنعيقاد مؤتمر صمام استخدام ديقول أقصى وسائل الفتك والدمار إنشاء الحكومة المؤقتة اندماج معظم الأحزاب في جبهة التحرير بالنسبة لمميزات المرحلة الأولى من الثورة لها من 1954 إلى 1956 نشر بيان أول نوفمبر هجومات عشرين أود ألف 1956 هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية من 1956 إلى 1958 إنعيقاد مؤتمر صمام إندماج معظم الأحزاب في جبهة التحرير المرحلة الثالثة إنشاء الحكومة المؤقتة استخدام ديقول أقصى وسائل الفتك والدمار تمرين لبعده بعد احتلال مدينة وهران 1831 اختار السكان قائدا لهم وبايعوه ليقود المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي ما اسم هذا القائد ومتى تمت مبايعته وما هي أعظم التنظيمات التي قادها طيب بعد احتلال مدينة وهران في 1831 اختار السكان قائدا لهم وبايعوه ليقود المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي هذا القائد هذا القائد هو عبد القادر بن محي الدين تمت مبايعته في 21 نوفمبر 1832 أهم التنظيمات التي قام بها اتخذ اتخذ في البداية مدينة معسكر كعاصمة له شكل حكومة ونصب مجلسا للوزارة أقام مصلحة للكتابة العامة عين خلفاء له في مختلف الجهاد شيد الحصون والقلع أنشأ المصانع لإنتاج السلاح فتح مكتبا عسكريا لمن يريد التطوع في الجيش طيب تملينا لبعده أعين الأحداث التي يمكن تصنيفها ضمن التاريخ المعاصر أحداث هذه ورهي ليسرات في التاريخ المعاصر احتلال فرنسا للجزائر مباعة الأمير عبد القادر في 1832 اختراع الأنترنت اختراع أليكساندر جرامبيل للهاتف سنة 1870 سقوط غرناضا فتح القسطنطينية عاسمة الإمبراطورية البيزنطية طيب الأحداث التي يمكن تصنيفها ضمن التاريخ المعاصر احتلال فرنسا للجزائر طبعا مباعة الأمير عبد القادر في 1832 اختراع الأنترنت واختراع الهاتف في 1870 تمنين اللي بعده اكتب امام كل حدث تاريخه حدثة المروحة مجلس الوزراء الفرنسي يقرر القيامة بالحملة انطلاق الحملة الفرنسية من ميناء طولون نزول القوات الفرنسية بسيدي فرج توقيع معاهدة الاستسلام بين الداي وقائد الحملة كل حدث اكتبه تاريخه حدثة المروحة في 29 أفريل 1827 مجلس الوزراء الفرنسي يقرر القيام بالحملة في 30 جولفي 1830 انطلاق الحملة الفرنسية من ميناء طولون في 5 مايه 1830 نزول القوات الفرنسية بسيدي فرج في 14 جوان 1830 توقيع معاهدة الاستسلام بين الداي وقائد الحملة 5 جوليا 1830 تمرين اللي بعده صل بسهم بين الحدث وتاريخه تحطم الأسطول الجزائري في معركة نافارين انعيقاد مؤتمر اكس لاش بيل فتح القنصلية الفرنسية في الجزائر قيام الثورة الفرنسية والإيحاء والإيطاحة بالنظام الملك 1818 1827 1729 1509 1578 اندروا الحل تحطم الأسطول الجزائري في معركة نافارين 1827 انعيقاد مؤتمر اكس لاش بيل في 1818 فتح قنصلية فرنسية في الجزائر 1578 قيام الثورة الفرنسية والإيطاحة بالنظام الملكي 1789 اجب بصحيح او خطأ قاوم احمد بين قوات الاستعمارية عند نزولها بعنابة تمكن الامير عبدالقادر من اقامة دولة بها يكلها التنظيمية وحدودها ومصانعها الحربية وغيرها تغير اسلوب المقاومة الجزائرية للاستعمار من الكفاح السياسي الى الكفاح المسلح توجهت المقاومة المسلحة والسياسية بثورة نوفمبر او تووجت المقاومة المسلحة والسياسية بثورة نوفمبر 1954 الدافع الحقيقي لثورة نوفمبر 1954 ورغبة الجزائريين في اعادة بعث الدولة الجزائرية الحل قاوم احمد بين قوات الاستعمارية عند نزولها بعنابة خطأ تمكن الامير عبدالقادر من اقامة دولة بها يكلها التنظيمية وحدودها ومصانعها الحربية وغيرها صحيح تغير اسلوب المقاومة الجزائرية للاستعمار من الكفاح السياسي الى الكفاح المسلح خطأ توجد او توجهت توجهت المقاومة المسلحة والسياسية توجد 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 مش توجهت خطأ توجد المقاومة المسلحة والسياسية بثورة نوفمبر 1954 صحيح الدافع الحقيقي لثورة نوفمبر 1954 هو رغبة الجزائريين في اعادة بعث دولة الجزائرية صحيح عبارة صحيح اظهر لي هذا واخر تمرين بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا باعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة